السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم تعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سوف أقوم بتصحيح وشرح امتحان الباكالوريا مادة اللغة الإسبانية الدورة العادية 2018 وسوف أقتصر فقط على فقرة لغراماتيكا نظرا لأنها تعتبر الفقرة المهمة في الامتحان إذن لكي لا أطيل عليكم لنبدأ على بركة الله إذن في هذا الفيديو سوف نقوم بالإجابة على فقرة لغراماتيكا إذن سوف نبدأ بالتمرين الأول والتمرين الأول يقول conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados هنا يجب علينا أن نصرف هذه الأفعال التي توجد بين قوسين في الزمن المشار إليه وكلمة modo تعني أما الموضو indicativo أو modo substantivo أو موضو imperativo إذن في هذا التمرين أظن أنه لا توجد أي مشكلة وسوف نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة بكل سهولة لأنه لدينا الأزمنة التي سوف نصرف فيها هذه الأفعال وبالتالي يجب علينا أن نكون متمكنين من تصريف الأفعال في جميع الأزمنة إذن نبدأ بالجملة الأولى الجملة الأولى تقول كلاراء سيئلت أماكن إليه لدينا في الزر بين قوسين مو ترواحادات كلاراء سيئلت فيه مو ترواحادات إذن نصرف في الزر في زمن الزروندُو ويصبح سيئندو كلاراء سيئلت فيه مو ترواحادات لقد رأينا زمن الزروندُو في فيديو سابق سوف أقوم بوضع يعني رابط هذا الدرس في أسفل الفيديو أو في خانج الوصف نمر إلى الجملة الثانية Clara لدينا في الترابخار بين قوسين In varias empresas Clara في الترابخار in varias empresas ويجب أن نصرف في الترابخار In el pretérito perfecto di indicativo إذن الجملة تصبح Clara ha trabajado in varias empresas Clara ha trabajado in varias empresas كذلك لقد رأينا سابقا زمن el pretérito perfecto di indicativo كذلك سوف أقوم بوضع رابط هذا الفيديو في خانة الوصف الآن نمر إلى الجملة الثالثة Aprender vosotros de esta mujer Aprender vosotros de esta mujer ويجب أن نصرف أprender في زمن el imperativo El imperativo El imperativo الأمر ويجب أن نصرف إلى الجملة الثالثة Aprender vosotros de esta mujer Aprender de esta mujer In definido إذن الجملة تصبح Ayer Ayer Yo Me comprei un ordinador por internet Un ordinador por internet لقد رأينا كذلك زمن el pretérito indefinido في فيديو سابق سوف أقوم بوضع رابط هذا الفيديو في خانة الوصف إذن الآن نمر إلى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول Sobreia la opción correcta Sobreia la opción correcta يعني يجب أن نسطر على الاختيار الصحيح هنا لدينا اختيارات وسوف نختار الاختيار الصحيح إذن نبدأ بالجملة الأولى إذن الجملة الأولى تقول أنتس لدينا الاختيار الأول وهو أستران وهو في الاختيار الثاني في الفتور لدينا الاختيار الثاني أنستado وهو في الاختيار كذلك مصارف في ال pretérito perfecto دي إندكاتيبو ولدينا الاختيار الثالث وهو أستaban وهو مصارف في ال pretérito imperfecto menos preparadas إذن لدينا ثلاثة اختيارات ويجب أن نختار الاختيار الصحيح أول شيء نقوم به هو استخراج المؤشرات من هذه الجملة كما رأينا في فيديو سابق والخاص بقواعد اللغة الإسبانية هنا في هذه الجملة لدينا المؤشر أنتس أنتس و هو يعني سابقا أو في السابق بما أن لدينا أنتس لدينا قاعدة تقول أنتس مص pretérito imperfecto جيد إذن سوف نختار لدينا قاعدة سابقا و لدينا فعل أبلا كذلك مصرف في البرتيرتو imperfecto دي سابقنطيبو أبلا ران باريوس إديوما جيد إذن أول شيء نقوم باستخراج المؤشر في هذه الحالة لدينا اس نيثيساريو كي هذا المؤشر ولدينا القاعدة تقول إذنệ الجملة تصبح جيد إذن نمر إلى الجملة الثالثة C NO ولدينا الإختيار الأول وهو S وهو في السر Por las secretarias El trabajo de los directores resultaría difícil جيد هنا كذلك أول شيء نقوم به هو استخراج المؤشرات المؤشر في هذه الجملة وهو C جيد إذن هناك قاعدة تقول C سوف نرى كذلك ما هو المؤشر الآخر هنا لدينا فعل رسولتار مصرّف في الكندرسيونال جيد إذن لدينا القاعدة تقول C más el pretérito imperfecto de subjuntivo más el condicional جيد هنا لدينا C و لدينا el condicional إذن سوف نصرّف الفعل الآخر في ال pretérito imperfecto de subjuntivo وتصبح الجملة سوف نصرّف الفعل الآخر في الكندرسيونال سوف نصرّف الفعل الآخر في الكندرسيونال سوف نصرّف الفعل الآخر في الكندرسيونال والاختيار الثالث وهو sea levantado وهو في الكندرسي مصرّف في ال pretérito perfecto de indicativo temprano جيد أول شيء نقوم به هو استخراج المؤشرات المؤشر الأول الذين هو cada dia دائما cada dia más el presente يعني cada dia يعني كل يوم يعني كل يوم يعني شيء متكرر يعني أشياء نقوم بها بشكل متكرر ولهذا نستعمل el presente الحاضر إذن الجملة تسبح cada dia clara se levanta se levanta في الحاضر يعني تستيقب temprano cada dia clara se levanta temprano جيد إذن نمر إلى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول sustituye lo sobrayado por los pronombres personales adecuados sustituye lo sobrayado por los pronombres personales adecuados يعني أجيب أن نعويد الكلمات المساطرة عليها بالدماء الشخصية المناصبة نبدأ بالجملة الأولى en los hipermercados podemos comprar ordenadores en los hipermercados podemos comprar ordenadores جيد إذن سوف نقوم بتعويض ordinadores بضمير شخص مناسب إذن سوف نركز على هذه الكلمة ordinadores ordinadores وهو وهو في هذه الحالة los نقول los ordenadores والجملة تصبح en en los hipermercados podemos comprar los en los hipermercados podemos comprar los يعني comprar los ordenadores الجملة الثانية la directora anima aclara la directora anima aclara هنا لذين clara es un nombre femenino singular يعني هو يبارى عن اسم مؤنث مفرد ونرى يعني الضمير الشخصي الذي يقابله وفي هذه الحالة نقول la directora هنا قمنا بوضع يعني الضمير الشخصي قبل الفعل لأن الفعل مصرف أما في الجملة الأولى قلنا en los hipermercados podemos comprarlos هنا وضعنا los بعد الفعل لأن الفعل غير مصرف ولذين يعني اختيار آخر ممكن أن hipermercados los podemos comprar los podemos comprar يعني يجب أن نضع الضمير الشخصي قبل الفعل المصرف قبل الفعل المصرف أو بعد فعل غير مصرف los podemos comprar أو podemos comprarlos يعني في كل الحالتين الجواب سيكون صحيح كإضافة فقط بخصوص السؤال الثاني فأنصحكم بمشاهدة درس قواعد اللغة الإسبانية حيث سوف تجدون جميع قواعد اللغة الإسبانية وفقط يجب عليكم حفظ هذه القواعد لكي تجيبوا بكل سهولة في الامتحان إذن إذا أعجبك هذا الفيديو قم بمشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله وإذا أردتم أن أقوم بالمزيد من مثل هذه الفيديوهات اضغطوا على لايك لأقوم بسلسلة لجميع الامتحانات السابقة الخاصة بامتحان البكالوريا إذن نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر